شايفيتك كثير مسيطر هاي الفترة وعم بتتبدل الأدوار ما بينك وبين الحبيب على يعني وجه الخصوص بشكل عام لبرج القوس عزيزي للأسف يعني أنا دائما بحب أقرأ الكروت الإيجابية بس فيه كروت سلبية بتطلع لحالها يعني فخلينا نقول فيه فاقة سلبية فيه امرأة عم تعملك شغلة غلط شغلة يعني عمل أو ما بعرف سحر أو شي مثل هيك فيه عنا علاقة ثالثة ظاهرة في الموضوع وعم بيكون فيه حسد منها من هاي العلاقة الثالثة أو العلاقة الثلاثية فيه شخص ثالث داخل على الموضوع ممكن ما يكون يعني طرف ثالث ممكن يكون أي يعني شيء أو شخص داخل في العلاقة شايفة إنه رح يكون الشريك أو ممكن يكون للناس السناغل ممكن يكون شخص الجديد أو فارس الأحلام أنا شايفة يعني مواصفات فارس الأحلام وحتى لو كنتوا منفصلين فهو نفس الشخص فارس الأحلام عم بشوفه يعني جاي بعرض بشي معين يعني جاي والفرحة على وشه ولكن أنت رح يكون في عندك بعض الصراعات الداخلية من هاي العلاقة وبعض التشويش يعني أوكي يعني فرحان رح تكون بالرجوع وكذا بس بنفس الوقت خايف إنه المشاكل تتكرر وخايف إنه العلاقة ما تكون مثمرة أو ما تكون إلها يعني إلها نهاية حلوة أو خايف أكتر إشي من الشريك هذا الشخص نفسه هذا الشخص اللي نبين بالصورة فالباين إنه أنت في عندك صراعات بينك وبين حالك إنك هل تعطي هذا الشخص فرصة أو لا والباين إنك أنت رح تعطي ولكن بتوجس بخوف معين رح يكون في عندك خوف شوي من هذا الشخص لكن سرعان ما هذا الخوف يتبدل ويصير سعادة أنا شايفة فيه سعادة في الموضوع فيه توازن فيه نصر عم بتحققه على هذا الشخص أو على الشخص الثالث لأنه شايفيتك مبسوط وطاقتك يعني نارية عم بتكون كتير مشاعرك نارية تجاه هذا الشخص أنت عن جد بتحبه ولكن عم بتفكر شوي بلشت تفكر بعقلك شوي أكتر من قلبك بهاي الفترة والقوس يعني معروف بيفكر بقلبه بعقله يعني بذات الوقت فرد مرة بس بهاي الفترة أكتر رح تكون صارم مع الشريك رح تكون مبسوط بس بنفس الوقت صارم مع الشريك رح تغير معاملتك معه عن سابق عهدك أول شي كنت بتعامله بطريقة يعني حنونة زيادة كنت عم طاط زيادة في العلاقة شايفيتك هلأ لأ عم تتغير توجهاتك عم يتغير تفكيرك عم بتكون حط إجر على إجر والشريك هو اللي عم بيقدم تنازلات فشايفي نصر وكروت حلوة لبرج القوس شايفي على الأغلب في عندكم سفر أو إجراءات سفر ممكن تكون بالشهر الأخير من السنة لكن عم بشوفك عم بتزبط الأمور وعم بتحطر حالك لهاي الخطوة التأشيرة أو الخبر السار عن السفر رح يجيك خلال الثلاث أشهر لكن السفر نفسه ممكن يكون في آخر شهر من السنة على الأغلب العمل شايفيتك فيه شوي نقص في المادة في الفترة الجاي ولكن بنفس الوقت انتصارات ويعني علو ومرتبة لكن المادة أنا شايفيتها نفس الشي ما عم تتغير فهذا الشي شوي عم بدايئك عم بيخليك نوعا ما زي ما قلنا زي ما قلنا هون أنه تحط حجر أساس لمجروع جديد فممكن أنه تكون بسبب يعني المادة محدودة أو كذا تبلش بمشروع إضافي وهذا المشروع ماشي على خير وفترة حلوة كتير أنك تبلش بهذا المشروع بشهر تسعة يعني بالشهر الثاني فعم بشوفك مسيطر في هذا المشروع عم بتكون مشهور في مجالك أو بالمجال الجديد اللي دخلته بالمشروع اللي عملته فعم تجني أرباح عم ما بعرف عم يعني تحصل على شهرة معينة في المجال اللي أنت فيه هذا أكتر شيء بالنسبة للطاقات ترابية نارية في كل قراءة لازم النارية تكون موجودة ما بعرف ليش في عنا ترابية نارية مائية هذا أكتر شيء موجود وبرج الحمل موجود عنا برج الحوت برج السرطان هدول أكتر أبراج موجودة خلينا نشوف بالعقل الباطن شو في عندك يا عزيزي في موضوعين عم بيكونوا يعني مركز تفكيرك عليهم بدك تحققهم بنفس الوقت ولكن أنا بقولك بهاي الفترة الثلاث أشهر رح تحقق واحد منهم بس لنهاية السنة بتكون حققت الموضوع الثاني أنا ما بعرف شو هم المواضيع لكن يعني هذا اللي ببين من الورق مبين أنه أنت يعني بالفترة الجاي زي ما بيقولوا التراب بتمسكه بقلب دهب فاستغل هاي الفترة في عندك فترة من يعني في عندك حظ وفير كتير بهدول الثلاث أشهر فحاول على قد ما تقدر تشتغل فيهم أو تعمل مشروع جديد اللي انت بتفكر فيه اللي قلنا عنه هون ممكن تعمله آآ في هاي الفترة فترة كتير آآ مناسبة لهذا الموضوع نشوف هون قلنا انت في صراع انك تعطي التسامح أو لا انك تسامح فهون بيقولك انه آآ سامح 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 يا برج القوس ان شاء الله تكون آخر مرة يعني ما يكررها الحبيب أو راح تكون جذاب جدا يا برج القوس بالفترة الجاي راح تكون جذاب للجنس الآخر بشكل كبير جدا اذا كنت رجل واذا كنت امرأة آآ فهذا السحر راح يجذب لك آآ آآ السول ميد طبعك اما القديم او للاشخاص السناقل الشخص الجديد آآ في حياتهم او السول ميد اللي لسه ما ظهر في حياتهم آآ ممكن جدا انه يظهر بهاي الفترة نشوف الرومانس آآ ها بيقولنا عن الحبيب آآ في اخبار آآ انه بما معناه في اخبار وصلتك آآ عن الحبيب آآ كلها تخاطئة او آآ سيتم توضيحها في آآ بالفترة الجاي في توضيحات كتير راح تسمعها من الشريك نفسه من صاحب الموضوع مش من اشخاص آآ اخرى فشي حلو آآ بيقولك هون شوفنا فيه صراعاته كتير وآآ انه العقل والقلب وكزا بيقولك آآ اعمل اللي انت حاسه وكأنه بيحكي لك شغل هاي المرة شغل قلبك شغل قلبك وشو انت بتحس بكون هو آآ الصح عم بشوفك بتعمل عم بشوفك بتعمل صلوات كتير بالفترة آآ الجاي بقولك آآ بيقولك اتعمق كتير آآ بنفسك آآ روح للروتس روح للجذور اكتشف جذورك انت آآ تفكيرك انت انت شو بدك آآ يعني اتعمق في تفكيرك آآ اعرف شو بدك بالزبط لاني انا شايفيتك هون كمان في هذا الكرت كتير محتار وكتير يعني ما عم تعرف آآ يعني تتصرف او تاخد قرار فقولك فبيحكي لك انه قودي روح آآ بال بالعمق في نفسك وفكر على رواء فأعطي حالك آآ فرصة بي التفكير لانه قرارك رح يعني آآ آآ ينعكس عليك لفترة آآ طويلة فكون متأكد من هذا آآ القرار نشوف الشاكرا آآ كاردس لانه شفت في عندك آآ طاقات آآ سحر او حسد او كذا فخلينا نطمن نشوف آآ زي ما توقعت آآ في عندك الهارت شاكرا آآ ممكن تكون فيها مشكلة يا عزيزي من يعني بسبب هذا الموضوع اللي قلنا عنه قبل شوي فدير بالك آآ اعمل استشفاء آآ ظبط امورك وبيقولك آآ بعديها رح تكون في بدايات آآ جديدة آآ وحصاد للي انت تعبت عليه فا يعني الامور آآ رح تتحسن شوي شوي مش فجأة فكون صبور بيقولك الكروت انه كون آآ صبور آآ بيقولك هون انه آآ الموضوع قد مكان كبير قد مكان آآ صعب فانت قادر انك تعمله بالفترة آآ الجاي فيه رح يكون عندك عناية الهية او آآ مثل مثل هيك شي عناية من الملائكة فلا روح يعني ما ما تت آآ يعني ما تت تاخد خطوة للخلف آآ بالعكس آآ روح خطوات للامام وخليك آآ جريع هون بيقولك انه آآ رح تتعرف في الفترة الجاي على اصدقاء آآ جدد بيقولك دير بالك من اشخاص منهم يعني الاشخاص الجديدة في حياتك يا برج القوس بالفترة الجاي آآ كون متأكد من آآ هدول الاشخاص ما تدخل اي شخص على آآ حياتك وخاصة من الجنس الاخر ما تدخل اي شخص بدون ما تتأكد مئة بالمئة آآ منه آآ شايف شخص شوي آآ غريب عن ثقافتك آآ اذا كانت مواصفاته هذا الشخص غريب عن ثقافتك آآ شوي او الديانة غير او العادات آآ غير بلد آآ آآ تاني آآ عم بشوفك عم تتأزى من هذا الشخص هذا الشخص جديد آآ مش قديم جديد رح يدخل حياتك بالفترة الجاي فما تسمح لهذا الشخص اذا كان في هذي آآ المواصفات انه ياخد آآ حجم اكبر من حجمه آآ آآ لانه رح يكون في ضرر آآ من ناحيته فدير بالك من هذا الموضوع بقولك على قد ما رح آآ تفتح قلبك على قد ما رح تاخد آآ حب وهذا الحب بيقولك شاركه مع الناس اللي حواليك ما تحتفظ في آآ لحالك آآ آآ إذا كنت آآ عندك آآ مشاعر آآ اعمل شيرينج مع التانيين مع اللي حواليك مع اولادك آآ بالنسبة للاولاد كمان آآ نسيت احكي بالكروت آآ برج القوس عم بيكون شوي مهار